كيف شايف المشهد الآن؟ طلعت على كل ردود الفعل أجمل با في استفتائك ببادر إدارة دياز لأنه فعلا دياز لم يدير المباراة بشكل جيد قد يكون هو السبب الأول في كل المشهد اللي صار في المباراة اليوم دياز ثلاثة أربع خطاء رئيسية أخطأ في التشكيلة وهذا خطأ كبير جداً يا فكي أبو المدرف أخطأ في قراءة الفريق الآخر ما فيها منهجية واضحة جداً اليوم لا هجوم ضاقط من البداية حيث أنه يحسم على الأقل ويسجل بعدين يرجع مرض هانية ولا عنصر مفاجأة موجود ولا توظيف داخل الملعب بشكل جيد قراءة حتى من خلال التغييرات يعطيك أنه رجل زي اللي بحلان يعني عارف فجالس يعني يشتغل بنظرية اجتهاد أتقبل أن اللاعب يجتهد بس المدرب يجتهد لا هنا أقول لك وقف أنت عندك مشاكل وعندك مشاكل كبيرة جداً دياز اليوم أنا أستبعد أن يكون تعمد دياز مثل مثل الآخرين عنده ظروف كثيرة جداً خبصي خبص أنت عارف وبدل وجهة نظري في قضية تغيير المدربين بالإجمال أنا لس سمع قالت دياز في هذه الفترة أعتقد أنها ستكون مغامرة مغامرة كبيرة جداً مع قناعة تامة أن بقاء دياز الموسم القادم كارثة لكن هذه الفترة تحديداً نحن نتكلم عن فترة مرحلية ضيقة جداً حساباتها مفصلية أعتقد أنه حتى لو جبت البديل ما سيفرق كثير دياز نعم عنده مشاكل بس أيضاً عنده ظروف غيابات عنده إصابات عنده إيقافات وعنده قراءاته الخاطئة قبل الغيابات وقبل الظروف القاهرة هل كان الهلال في الفترة الأخيرة مقنع لك مع دياز قبل الغيابة لا بس أعتقد أنه تغيير المدرب في رأيك هل هو متاح الآن التفكير فيه أنا بالنسبة لي في وجهة نظري هذا الأمر ليس بجديد على عادل توجري ما لم يحدث أمر جلل يعني الموسم الماضي مثلاً إيش هو إيش هو إيش هو إيش هو عادل توجري دائما أنا سأل أرجع عيدك السؤال هل أنت ترى أنه هناك منطقية للحديث عن إقالة المدرب الآن نعم أم لا وليش منطقية أكيد أنت سأقول لك إيه هو لا بس أنا على مستوى شخصي أنت رأيك أنت ضد ضد التفكير لا 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 ضد أي تغيير عنده أخطاء بس أيضاً في ظروف أخرى المدرب في عامل اللاعبين وحاتكلم عنه طيب عادل في رأيك المدرب المدرب عشان يصير حوار عشان يصير حوار ما نصير محاضرة في رأيك المدرب أي مدرب كم مسؤوليته عن فوز وخسارة الفريق كم بالمئة تختلف وليد وليد ما عليش تختلف هذه هذه قضية نسبية تختلف تجهيز اللاعبين تختلف الظروف المناسبة سيارة مثلاً لما يكون في ضغط على سيارة لأنه كل مسلم أنه والله ظروف الاتحاد ما عليك إلا هو قبلت أهلاً وسهلاً ما قبلت لا لكن تجي مثلاً عندنا هذه القادسية مدأ مشواره بشكل جميل جداً مع نصيف البياوي جميل فجأة قام شان نصيف البياوي منت جاب بوراميقو شالو قصدك فجأة شالو شالو قادسية ما شالتها المهم منه راع شالو نفس الكلام عند النصر نتكلم عن قوميز فجأة شالو فجأة شالو نجي عند الاتفاق نفس الكلام أبو بدر اللعب السعودي يجب أن يفهم أنت الأول واحد قبله شوائش يقول يقول لو دخل الفريق بدون مدرب كان أحسن صح؟ صحيح يعني إن كان البعض يطرح هذا الطرح وأقد اتفق معهم ترى بسبب تخبطات ديازي الغير طبيعية وتكادت مستفزة أحيانا بس المستفز أكثر أيوة لما من الدقيقة 45-46 الشوط الثاني حتى الدقيقة 86 أنا حسبها بالله ما وصل الهلال تعال مين أكثر اللاعبين لتوجه لهم عتب في فريق الهلال والله كلهم بس أنا اليوم بنشرقي صراحة غاية واحد أنا أعطيك المفاتيح اللي كنت أتوقع على الأقل اللي خيب وظنك كنو لا أنا كنو اليوم أنت مش في المشهد ثلاثة مش في المشهد ومش هذا أنت ثلاثة عبدالله أعطيت عبدالله أعطيب له تمريرة أعتقد أنه الدقيقة كم قد نيو 60 كوارثية التنظيم الدفاع اليوم كوارثي ما اختلفنا طيب وخطائكم أنتم البسيطة أتكلم عن أخطاء بسيطة مع المدرب التفقين تماما أنه عنده أخطاء ويتحمل جزء كبير جدا هناك من يرى أنه لا يجب أن رح أمدرب الآن أنا من النوع الثانية لأقول لك لا رحيل دياز بالأحرى لو كان غير ممكن ناخذ نعطي طيب دياز مش لأنه على رأس ريشا لا التوقيت سيء فقط كل ما هناك التوقيت سيء والمتبقي لا يعني ما لم أرجع وأقول لك يا بوبا دار بس باقي النصدقية أن الإدارة جلست مع المدرب وهذا يجب أن يكون وهذه المرة شيء من يعني قليل من الصراحة وكثير من المكاشفة طيب العافية بس دقيقة بس دقيقة بويتر خلي ختم الجملة بس دقيقة بويتر أنا تكلمت عن دياز تفضل حديث الهلاليين كلاعبين لا لا أبدا وتكلمنا أكثر من مرة أكثر من مرة عن اللاعب الهلالي مش معقولة مبارة مبارتين وبعدين مبارة اللي بعدها أنت نازم مستوى لا بالسعودي اللاعب السعودي كذا بويتر الهلالي كل هذا الحديث حطه مع بعض مثل ما يقولون بسرطاته بابا غنوجه وشبه الظروف المصاحبة أيضا طيب يعني نتكلم عن إصابات نتكلم عن إلقاظات نتكلم عن 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 طيب هذا مفترض لا لأنه هناك بدأة من الممتب طيب ليه أخذك عادل لي ما يلعبون بروح يا سلام عليك أول شيء بديت فيه أنا أول حال يعني فيه مباريات أنا ما احترامي أنا فيه مباريات أشوف فيها يبتلك الروح الاتحاد ينزل عنده مبارتين ثلاثة في الموسم هذه بركانية فيها روح أنا بقولك عن شيء فيه مباريات للنصر تشوفها فيه مباريات للأهلي الهلال لا زي اللي ماشي مية وعشرة وبهداوة كذا وخايف السيارة حتى في المباريات اللي يفوز لها أنا يبدولي تكون لحظات لحظات حماس بتختفئ حتى مدرب الاستقلال اليوم تجرى الشيطر أول تركها مدافع يعني مرتدات بس ما شاف قدامه فيريك جالس يأصل طيب ولا عنده روح طيب ولا عنده حماس ولا عنده جهد بدأ أول من الدقيقة 45 سجل هدف ووصل مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس وست طيب أوكي خلينا نقول المدرب يخبط طيب وين اللاعبين طيب وصلت الفكر معقولة وصلت الفكر خنشوف جمال قبل ما سمع روح لجمال في مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا